عود المحرك ليش كايسونا بالليتر شنو هم بطل بيبسي راكيزوياي دائما نسمع فيديوهات مراجعات سيارات عن حجم المحرك او ساعة المحرك والمقصود بي مو حجم المحرك كله وانما حجم السيلندر او بمعنى عدك حجم السيلندر او غرفة الاحتراق من يكون البستن باخفض نقطة لان تعرفون البستن يصعد وينزل فالمسافة بين اعلى نقطة يصعد لها واخفض نقطة ينزل لها اضربها في طول وعرض وجه السيلندر اللي يكون دائري والناتج اللي راح يطلع لك هو الرقم اللي عبره عن حجم سيلندر واحد فهذا الرقم اضربه بعدد السيلندرات مع المحرك راح يطلع عندك حجم المحرك كله نعطيك مثال على الخفيف محرك 4 سيلندر وحسبة حجم السيلندر مالي من اخفض نقطة يوصل الى البستن الى اعلى نقطة يوصل الى البستن نفرض انه يطلع لك 500 سي سي وراها اضرب ال 500 في 4 ليش 4 لين عدد السيلندرات 4 راح يطلع لك 2000 سي سي او 2 لتر حجم المحرك السجد aufsqd يستخدمونه بس الامريكان ومعناها إنش مكعب ومحدد قياس الحجم وأحب أختم الحلقة بالتحية لصاحبة أكبر محرك صنع على سيارة إنتاجية هي مو بوغاتي بس كتبوا ليها بالتعليقات والأمريكي يطلب